دي كانت جزئية متعلقة باللغة الرقمية وبداية الاهلي في الدور العام مسم 2019-2020 الاهلي النهاردة كان بيواصل استعداداته وتدريباته بالنسبة للمرحلة اللي جاية بكرا ان شاء الله فيه تدريب رئيسي واساسي على ملعب التيتش هيكون في حدود الساعة 2 الظهر ودي لقطات خاصة لجماهير النادي الاهلي من تدريب النهاردة اللي اقيم في حدود الساعة العاشرة صباحا على ملعب مختار التيتش بالجزيرة بكرا التمرين هيكون الساعة 2 الظهر بعد التمرين مباشرة الفريعة يتوجه الى الاسكندرية للمبيت في احد الفنادق استعدادا لمباراة الاسماعيلي جهاز الفني فضل واستقر على التدريب في القاهرة قبل السفر لمباراة الاسماعيلي بـ 24 ساعة على هامش المران ريني فيلر اجتمع بالمعاونين وحفز اللاعبين قبل مواجهة الاسماعيلي والشيء المتبع دايما في النادي الاهلي وفي مدرسة القورة دايما في النادي الاهلي ان دايما الجهاز الفني بيشتغل على تجديد الدوافع ودور الكباتن ودور اللاعبين ان هم بيحفزوا نفسهم من مباراة الاخرى وكأن كل مباراة من ثلاث نقاط لا مباراة كأس وده ليه دور كبير جدا في التركيز والمشاركة بقوة في بداية المسابقة ونقطة مهمة لها الكبتن سيد حتى في تصرحاته الاهلي بادئ المسابقة هذا الموسم بشكل مختلف عن الموسم الماضي فالطريقة والاداء اللي بيقدي بها الاهلي او حتى التصرحات اللي بتخرج من الجهاز الفني بتواكب المرحلة اللي الاهلي موجود فيها في هذه الفترة ان احنا مركزين كويس قوي في مسابقة الدوري بنبتعد عن فكرة التصرحات او الامور اللي ممكن بيبقى لها تأسير قد يكون سلبي وده كان حصل للموسم المواضي لكن كان في اتجاه اخر تاني وكان ليه دور ايجابة ان النادي الاهلي يستمر في مسابقة الدوري بشكل كويس جدا لكن المرة دي انت بادئ بشكل كويس عايز تحافظ على مسيرة الانتصارات عايز تحقق اهدافك بدري بدري فبالتأكيد ده شيء مهم جدا وتجديد دوافع من الجهاز اللي اللي عبين في المرحلة اللي جاية على هامش المران للأسف ممكن خبر ازعج كل الجماهير الاهلوية في كل مكان صابت رمضان صبحي رمضان النهاردة يمكن اشتكى من الام في العضلة الخلفية وفي بداية التدريب وقدام قايف الصورة رمضان قدامنا هو في تدريب الجماعي في البداية دي لقاطات في بداية التدريب النهاردة لكن اثناء المران واثناء التدريب يمكن رمضان اشتكى من الام في الخلفية وفيه فحص طبي وفيه اشعة هيجريها رمضان على مدار هذا اليوم وان شاء الله بننتظر الاعاني الرسمي من الجهاز الطبي لحجم الاصابة ومدى جهزية رمضان او لقدر الله مدة الغياب في الفترة الجاية ممكن تكون قد ايه لكن شاء الله تكون حاجة بسيطة واول ما يكون فيه معلومة رسمية في شأن هذا الامر اعلانها بالتأكيد لكل المشاهدين لان هذا الامر مش محتاج اجتهادات ولا توقعات خاصة ان اصابة الخلفية بيبقى فيها درجات والصنطي صنطي الاصابة بيفرق او دركة الشد بيفرق في مدة الغياب وان شاء الله تكون حاجة بسيطة على الاقل على الاقل باذن الله تكون اجهاد